دلوقتي مشاهدين مع مجاز الأهم الأخبار مع دينا شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بمواصلة تفعيل مبادرات بنك المعرفة المصرية بما يسهم في ارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكد البحثية المصرية دوليا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه وبما ينعكس إيجابيا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والتقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب بالتعليم الجامعي المتميز هنى الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب مصر للكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخي وثالثة على التوالي والتأهل أولمبياد باريس 2024 وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أشهد بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفنية حيث أصبح منتخب مصر للكرة اليد نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم قال رئيس الأمانات الفنية للحوار الوطني المصر شار المحمود دفوزي إن الحوار الوطني رفع 137 توصية في كافة المجالات خلال المرحلة الأولى وخلال الندوة نظمتها تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولية للكتاب حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني أكد فوزي أن الحوار الوطني تجربة وليدة وأبواب مفتوحة للجميع وأن جميع الأطراف استفادت من مخرجاته وأضف فوزي أن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى تؤكد الجدية في دراسة التوصيات وتفعيلها على أرض الواقع وصف فلب لازاريني المفاوض العام لوكالة غوث وتجهيل اللاجئين الفلسطيني أونروا قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه صادم ودع لازاريني الدول التي علقت تمويل الوكالة إلى العدول عن قراراتها مشددا على أن هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة يعقد مجلس جامعة الدول العربية دور غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين اليوم برئاسة المملكة المغربية بناء على طلب فلسطين يأتي طلب الفلسطيني لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتدابيرا مؤقتة التي يتحتم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذها والالتزام بها أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيكتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير المقبل لحجد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما للتأكيد مجددا على دعمهم القوي لأوكرانيا في وجه العمليات العسكرية الروسية هذا وسينقش بايدن وشولتس الجهود المبذولة لمنى تصعيد في الشرق الأوسط قال حاكم منطقة بولتوفا الأوكرانية فليب برنين إن صواريخ روسية أصبت موقعا صناعيا في مدينة كرمنشوك الواقعة بوسط البلاد مما أدى إلى اندلاع حريق وكتب برنين في تعليق على تطبيق تيليجرام أن صاروخين باليستيين روسيين أصاب الهدف في المدينة وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أقم الطوارئ وهي تكافح حريقا لكن برنين لم يذكر أي تفاصيل عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح ورياضيا يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم الليلة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دورة 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوتيفور وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى دور الثمن النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط ختم الموجز الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر